وأعتقد أن ده متماشي مع خطة الدولة في أن كل محافظة يبقالها ممر مائي أو مجر مائي سواء على بحر أو على نهر وأن كل واحدة من المحافظات يبقالها جزء زراعي رقعة زراعية يعني فكرة إعادة التخطيط اللي اتعملت دي ممكن تساهم في الفكرة لحدك بتقولها ده حيساعد وفي نفس الوقت يكفي أن كل محافظة لها خصوصيتها الخاصة يعني هناك محافظات زراعية في مناطق صحراوية فيها محاجر وفيها تقول فيه كمان تأسيم الجمهورية يمكن في القانون الجديد حيدي فرصة هيقسم الجمهورية إلى مناطق اقتصادية لعدد من المحافظات يعني زي إقليم قناة السويس هيبقى إقليم الصعيد شمال الدلتا وسط الدلتا غرب الدلتا الأقاليم الاقتصادية دي كمان هتساعد أنه يبقى مجموعة من المحافظات تشتغل مع بعض وتكمل بعض في الأدكة لكن دكتور كمان حضرتك على مدار السنة ونص في محافظة أهلية مدى سرعة تواصلك مع السادة الوزراء أنا زاك يعني هل كنت بتشوف أنه فيه تلبية وفيه سرعة وفيه تعاون بجد ولا هم عندهم بقى كل المحافظات كل المحافظين وعندهم المديريات بتاعتهم وعندهم الأعباء اللي جاء لهم من رئيس الحكومة لا أقدر أول حياتك يمكن بنسبة 95% كان هناك تعاون كبير جدا مع كل الوزراء السادة الوزراء طبعا وكان الحقيقة بيلبوا بس برضو فيه حدود المتاح يعني بتكلم بتبقى فيه ميزانية وفيه خطة فيه حدود الخطط والميزانيات الموجودة ويمكن أنا اتشرفت بزيارة معالي رئيس الوزراء في أول يمكن تاني شهر من تولية للمنصب في 15-10 جزارنا وشاف الحقيقة المشاكل الموجودة في المحافظة على أرض الطبيعة والحقيقة خد قرارات فورية وهو واقف في بعض الأماكن لا يعني فيه تعاون كبير جدا من الحكومة ومن كل أعضاء مجلس الوزراء